زي ما شوفنا في التقرير كده إحنا معانا النهاردة رائد أعمال بيحل مشاكل أطراف كتيرة معانا عمر خليفة مؤسس شركة شاغ غني إزاك يا عمر منورنا في المغامر بوجودكو إزايك عملا عمر أنت خريت جامعة أمريكية وبعد كده روحت اشتغلت في بنك يعني سبت كل ده وخررت في الآخر تعمل شركة مش مغامرة غير محسوبة أه طبعا ساعاتها كان مغامرة يعني دلوقتي يمكن ده الطبيعي من اللي أي شباب عايزة تبدأ العمل الخاص لكن ساعاتها كان دايما الشباب بتتخرج وبتشتغل في شركة مولتي ناشنل لذا بتاخد مرتب ثابت في الدنيا تمام بالضبط اللي هو الكلام تعال أهلي ده طيب بندر نقول إن دي الحاجة اللي بتمزيزك عن باقي منصات التوظيف إن أنت اخترت كاتجري معين تشتغل عليه طبعا كاتجري معين وفي نفس الوقت إن أنا ما بحطش ما بنشرش أي وظائف خلاص إحنا مهتمين جدا إن إحنا ننشر وظائف فعلا كريمة ممكن شعبتها تفتح بيها بيت فول حد أدى الأجور إن في الآخر إحنا عايزين الشركة استفاد وشغال يستفيد واللي هيشتغل يستفيد فلما بتلاقي أي حال الحاجات دي مش كويسة تلاقي مثلا الوظيفة مش كويسة ولا الشركة بتبسط ولا إحنا بنبسط ولا الشاب الآخر ولا بيقبل الشغل ممكن يروح يقعد أسبوع أو شهر ويمشي فده طبعا تعلمنا مع الوقت لكن إحنا اللي بميززنا إحنا بنوفر فرص عمل حقيقية وكويسة وفعلا مرتبات مجزية وفي نفس الوقت إن إحنا فعلا يعني ممكن أقول البروستس عندنا سريع جدا إن حد يشتغل طيب أنا هنروح بقى للأرقام دلوقتي شغلت وكام حد وعايز أعرف أنتوا بقى بتكسبوا ازاي يعني بتجيبوا مكسب ازاي أحنا شغلنا تقريبا عشرة الاف شخص شاب وشابها الحد للوقتي في كم سنة؟ في من 2016 أوكي وده طبعا العدد هيزيد أو إن شاء الله ما حفستح المراكز اللي بنعملها لكن بنكسب ازاي احنا أو ممكن الدخل بتاعنا بيبقى بالضبط بتجيبوني مش من الشباب مش بناخد أي فلوس من رغيب العمل احنا بناخد فلوس من الشركات اللي بشترك معنا فاللي بيحصل إن احنا غيرنا البيزنس موضل بتاعنا غيرنا طريقة التشغيل بتاعتنا تماما عشان شركة كان بتخسر كنا طبعا يعني كانت دين أخطاء اللي أنا عملتها إن ما كانتش بس دي خدت وقت قوي إن أنا أتعلمها صراحة يعني بس اللي حاصل لدينا احنا بنبني مراكز توظيف عشان الشباب تروح على طول وبن يقدم على شغلنا يقدم على كذا شغلانة ويتعامل المقابلة في المكان وهو وفي المكان ده يقدر يقدم على الشغل يقدر يفتح حساب بنكي يقدر ياخد مثلا تخفيضات على المعامل التحليل عشان يحضر الأوراق بتاعته للشركات يعني مكان فعلا توظيف يقدر يخش يشتغل يخرج يعني بكل حاجة ما محتاجة الموضل ده احنا اللي بنعمله نحنا بندفع شركات أو شكال بتشترك بشكل شهري على حسب عايزين عينه كم حد المبلغ ده بيبقى شامل إن احنا بنشوف الشخص بنتأكن هو أو هي فيتنج الكراتيريا وبنعمل الانتفيو بنيابة عنهم فهي دي الفكرة يعني فهم بيدفعوا مبلغ شهري مقابل الخدمة دي إنك تعترف إنك غلط دي حاجة صعبة مش كل ناس تعرف تواجه نفسها بغلطاتها بالذات وهو بيدير شركة فأنا بحييك الأول على الحتة دي ودي برضو أحد التحديات الفضيعة اللي بتواجه الشركات ترجمة نانسي قنقر